وفي مبادرة محبة من البحرين لزوار من المملكة العربية السعودية الشقيقة شاركت مملكة البحرين زوارها من السعودية الشقيقة على جسر الملك فهد بالهدايا التذكارية احتفلا بيومها الوطنية السابع والثمانين البحرين والسعودية قلب واحد وجسد متماسك فالبحرين تفتح أحضانها اليوم قبل حدودها للشعب السعودي الشقيق وتستقبلهم بالمودة والمحبة ليحتفلوا على أرضها بيومهم الوطني فهذه المناسبة كما هي عزيزة على قلوبهم فهي تحمل ذات المشاعر في قلوب البحرينيين فجسر الملك فهد هذا الصرح التاريخي التنموي بدى اليوم بأجمل حلة كي يستقبل زوار مملكة البحرين من شقيقتها السعودية ويشاركهم الاحتفال بيومهم الوطني معبداً أمامهم طريق إجراءات الدخول إلى بلدهم الثاني البحرين نحن جاي نشارك إخوانا فرحتهم وفرحتنا في نفس اليوم والله يعز حكوماتنا ما هم قصرين معنا مساهلين كل هالأشياء الجسر اللي نطول فرحة والناس يستقبلنا باستقبال حلو والحمد لله هذا اللي بنقوله هو يوم سعودي وبحريني بنفس اليوم واحنا والله نفتخر باليوم الوطني ونفتخر في مليكنا الملك سلمان والملك حمد والبحرين بلدنا الثاني باركة الشعب السعودي باليوم الوطني والجميع الشعوب بالخليج وأقول لهم كل عام أنتوا بخير واليوم الوطني بدمنا وقلوبنا طول العام مو بس يوم واحد يعني وبس شكراً على وننسى الملك حمد اتمنى لطولة العمر إن شاء الله يارك اتمنى لطولة العمر الملك حمد اتمنى لجميع الدول الخليج بالأمن والأمان ونحن جايين لبلدنا الثاني البحرين طبعاً احنا هنا بين أهلنا وناسنا ولمن بنحتفل باليوم الوطني السعودي احنا ما بنحسن نحن بره ديارنا احنا بالعكس بنحسن نحن مع أخواننا وبنحتفل سوياً سواء كوننا في البحرين أو في السعودية اللي يفصل بيننا ولا شيء احنا بيننا قرابة وبيننا أخوة وبيننا رحم وطبعاً يفرحون لنا زي ما بنفرح لهم في أيامنا الوطنية الله يعطيكم العافية ما قصرتم وابد حنا البحرين دولتنا وحدة والله اليوم السعودي يوم شرف لنا ويوم كبير وحنا نهني الشعب السعودي والشعب البحرين الشقيق وانتمنى كل عام هم طيبين وصحة وسلام إن شاء الله والله أهني الحكومة باليوم الوطني والشعب السعودي وإن شاء الله الأمن الخير على البحرين والسعودية اليوم السعودي والله هذا فخر لنا صراحة والحمد لله يعني عسى الله يعيد علينا أعوام مديدة إن شاء الله وحنا بصحة وعافية ونلعز علينا إن شاء الله الجميع إن شاء الله أحب هني خادم الحرمين الشريفين ونائب الأمين والله يديم علينا الأمن والأمان ومشكورين وإحنا في بلدنا الثاني البحرين حكومة وشعبا تلتمس فرحة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وتعيش تفاصيلها فروابط المحبة وأواصل القربة ووحدة المصير المشترك لا تجمعهما فحسب ولكن حتى فرحة الاحتفال بالمناسبات الوطنية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين